من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الأفريقية في جماعة القاهرة مساء الخير دكتور مصر طالبت بوجود طرف دولي رابع يتدخل بعد تعثر المفاوضات واليوم رئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن عن لقاء قريب في سوتي منتجع سوتي الروسية مع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي هل نربط الأمرين هل روسيا هي هذا الطرف الدولي الرابع يا دكتور أيمن بالطبع يمكن لروسيا بحكم أنها قوة دولية كبرى بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي بحكم ما لديها من خطوط اتصال سواء مع مصر أو السودان أو إثيوبيا أن تكون هذا الطرف الرابع هي إذا مؤهلة بحكم المقدرات القومية للدولة الروسية لكن حتى الآن لم يحسم أمر هذا الطرف الرابع بمعنى أنه لا يمكن إذا ما كانت هي روسيا هل هذا مفيد للطرف المصري يا دكتور أيمن؟ بالطبع لأنه ثماني سنوات من المفاوضات مرت دون أن يحدث اختراق نوعي في تسوية أزمة سد النهضة وبالتالي لابد من وجود هذا الطرف الرابع لعلنا نصل إلى تسوية عادلة لهذه الأزمة تحقق مصالح الدول الثلاث وإن كنت أعتقد أن الضغوط الروسية وإن كانت مهمة لكنها ليست كافية لإنجاز هذه التسوية لابد من وجود طرف لديه من الخبرات والكوادر البشرية ما يؤهله للقيام بهذه الوساطة وأعتقد أن هذا الطرف هو البنك الدولي وقد طلبت مصر بذلك من قبل وسمت البنك الدولي بالتحديد لكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح المصري طيب الأمور يا دكتور أيمن وفقا لكثير من المراقبين انتقلت من مربع الفنيات المربع التقني إلى المربع السياسي الآن كيف تؤثر هذه الخطوة على مصاري المفاوضات التي تعثرت بالفعل هل تفتح من جديد هل وجود هذا الطرف الدولي الرابع وإن كان موسكو أو إن كانت روسيا هي هذا الطرف هل تغير من المعادلة في أي شيء خاصة في هذا التوقيت التي تعثرت وأعلن الجانب المصري عن تعثر المفاوضات فيه يعني أعتقد أن نقل الأزمة من مربع الفنيات إلى مربع السياسة مهم جدا لأن المسألة يمكن أن تحل من خلال اتفاق سياسي شامل يقوم على مبدأ الطاقة مقابل المياه يمكن إذن في هذه الحالة لإثيوبيا أن تحصل على احتياجاتها من الطاقة وأن تصدر الطاقة أيضا وأن تكون السودان ومصر معابر للطاقة التي يتم تصديرها مقابل تأمين الحصة المائية المصرية وتعديل نظام تشغيل السد وإدارتي بما يسمح بتضفق المياه إلى مصر وهذا يمكن أن يتحقق بزيادة عدد سنوات التخزين أو ربما أيضا تخفيض حجم بحيرة السد أو زيادة عدد الفتحات في جسم السد لكن أعتقد أن المفاوضات إذا ما استمرت بشكلها المباشر الحالي لن تؤتي ثمارها لابد من وجود هذا الطرف الرابع وهذا الأمر ليس غريبا لأن اتفاق إعلان المبادئ ذاته نص على ضرورة إحالة الخلافات بشأن الدراسات الفنية للسد إلى طرف رابع تتطفق حوله الدول الثلاث إذن مصر لن تفرض هذا الطرف الرابع على السودان أو على إثيوبيا ولكن لابد من تحديده من خلال التفاهم بين الدول الثلاث نعم شكرا جزيلا ضيف الغد من القاهرة الدكتور أيمن شبان أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الأفريقية بجماعة القاهرة شكرا جزيلا دكتور